طب انت شايف يا دكتور ان في قاعدة الصلح خلاص اتنين طلقوا وبيرجعوا قاعدة الصلح دي مفروض يبقى فيها حد من الاهل يعني دائما نقولك ايه حد من اهلها وحد من اهله حكم من اهلها صح هل مفروض يعني هل يبقى فيها اهل ولا الصح ان احنا انا وانت نقعد لوحدينا طبعا فيه ساعات بتخاف ستات طوع يعودوا لوحديهم عشان بتقولك لا هو بيغلبني في الكلام بيأكلني في الكلام لو كل ما اجي الكلام حاجة يقلب عليها الترابيز وطلعني غلطانا وبرضو في نفس الوقت لو اخ او اب او ام طب ما انا كرمتي برضو فيه حاجات مش هينفع اقولها مش هينفع مسلا اقولهم في لحظة الغضب اداني بالقلم كده في مرة مسلا مرة من ما حصلتش تاني وان هي عدت بس ان هي عدت ماينفعش اقولها مش هينفع مسلا اقولها صارها بيتعصب علي وبيزعقلي وبصلي بقارة فو مش هينفع اقول حاجات كتير قدام اهلي مش هينفع اقول مسلا ما بيصرفش علي فانا طلعه صغير فبرضو مش هقدر اقول كلام معي صح فإيه الصح هو زي ما انتي قلت كده احنا مفروض اه فعلا حكم من هنا وحكم من هنا ده جميل جدا وده كويس بس عناقهم يعني في الغالب في الغالب مش لازم يبقى الاب والام تخيالي بقى يعني مش لازم يبقى الاب والام ممكن اخ اكبر او اخت اكبر بس بيحب الطرف التين يعني ممكن اللي جاي مع الزوجة بيحب اصلا جزا جدا عشان يحسسوا بالامان يعني انا مش جاي اشهد للطرف بتاعي او لاختي او لبنتي او وهكذا لكن يحسسوا بالامان ان انا جاي باشهد لطرفك والعكس نفس الكلام ليه لاني احد كبير وحكيم شوية حتى لو كان صغير في السن بس المهم ان هو مر بخبرات معينة ويكون حكيم في قراراته ويكون حيادي ده المواصفات بتاعت الشخص ده وانا اشك ان المواصفات دي موجودة اصلا اليومين دول لا دي خلاص مش موجودة خلصت مش موجودة لا 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 اه يا احنا موديل قديم شوية اه ده موديل قديم خلاص ده خلاص اتعلم ده ماديرا جدا اه يا ايه الاصح ايه بقى تخيالي زي ما قلنا انا وانت كده متعود انتو الاثنين مع بعضوا تفهم مش لازم حتى خالصوا يعني مش لازم حتى من الاهل او الجيران او الاصدقاء المشتركين او او لا بلاش اعود انتو الاثنين واتفهموا عتوصلوا برضو احسن بل بالعكس انتو سرقوا عيفضل معاك انتو الاثنين طيب دكتور اديني كده نصايح اخيرة ايه الحاجات اللي انا لو شفتها من طليقي ده اللي انا جاي اقعد معاش انارجع ومرجعش ايه الحاجات اللي لو شفتها يلا كملي وارجعي وايه الحاجات اللي هو انصحك تلفي وترجعي تاني وما ترجعيش كمان حسنتي ان هو خلاص رقم واحد انه هو اتعلم من الغلط اللي فات حتى لو انت الغلطان اللي هو الغلطان حسنين ان هو ندمان على الفترة اللي فاتت الكبيرة اللي هيكة تجاب او الفجوة اللي هم كانوا زعلين بعض فيها وانه هو فعلا متضايق من الفترة دي مش راجع عشان الولاد مش راجع عشان الشكل الاجتماعي مش راجع عشان منظر بقى نسمة متجاوز وخلاص لا هو راجع عشان بيحبك هو راجع عشان عايزك في حياته حسيت انه هو بيعمل دول وانه هو تعلم من غلظاته والدنيا كده تمام وبالإحساس بقى السنس بتاع المرأة الجميل يعني إحساسها الجميل حسيت انه راجع عشان عايزك انت كواحدة ست في حياته خلاص ارجع ما حسيتش الإحساس ده لا فكر شوك